إذن دكتورة ما هو سبب نزول هذه السورة ولماذا سميت بسورة الرحمن ذكر أهل العلم بأن من أسباب نزول هذه السورة أنها ردا على من ذكر في سورة الفرقان عندما نزل قوله تعالى وإذا قيل لهم سجدون الرحمن قالوا وما الرحمن وأيضا ورد في سبب نزولها أن كان في الرحمن علم القرآن ردا على من كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وقرأ القرآن على قريش وأهلها قالوا إنما يعلمه بشر فاعتبروا أن هذا تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من بشر أو أنه من كاهن أو أن هذا الكلام فيه من أساطير الأولين إلى غير ذلك من التهمية بها القرآن الكريم وهي باطلة جميعا فنزلت هذه الصورة فقال الرحمن علم القرآن أي أن الرحمن هو الذي علم نبيه القرآن نعم أن نسبة اسميتها فلأنه ابتدأت وافتتحت باسمه الجليل الرحمن وهذا الاسم لا يصح حقيقة إلا أن يذكر في حق الله عز وجل